استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبنبي الحداد على صفحة فيسبوك وفضائية نورسات الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وذلك في حلقة جديدة بعنوان الميلاد وغزة والإعلام حيث تحدثت الدكتورة السمعان عن دور الإعلام في حمل رسالة الميلاد مشيرة إلى أن ميلاد هذا العام مجروح في ظل الحرب الدامية التي يشهدها قطاع غزة في هذه الأيام التي يفتقد فيها الإنسان المحبة والرحمة ويغيب فيها الأمل والرجاء فإلى هناك الآن سرق مننا الميلاد مين سرق الميلاد؟ الوجع؟ الألم؟ والأحنا سرقناه من أنفسنا بدي أقول لك سرق مننا الميلاد بسبب عدم وجودها المحبة الكراهية السائدة بين البشر المصالح، البغض، الانتقام، حالة الانتقام السائدة، لا عدالة، ما في حق مختصب، ما في بدي أقول لك اهتمام بهالإنسان كإنسان نعدمت الإنسانية فقدنا الأمور اللي بسميها الطيبة، الحنية الطيبة معرفة الجار الأخير، جار محبة الإنسان لأخير الإنسان ما في، يعني عندنا حروب، وعندنا اختصاب، وعندنا احتلال، وعندنا قتل، وعندنا ما في حدا يعني ما في شي رادع لا قانون دولي رادع ولا أنظمة دولية رادعة ولا حقوق إنسان قوانين حقوق إنسان رادعة مع أنه قبل أكمين يوم عم نحتفل بحقوق الإنسان من حقوق الطفل وحقوق العائلة واليوم العالمي للمهجرين ولا زلنا نتحدث عنها ولا نعيش ولا نعيش لازلنا نعيش النزوح والتهجير والطفل اللي مش ملاقي حقوقه، طفل لا لا يحقوق في الطبابة ولا في الرعاية ولا في التعليم ولا في الحيش الكريم ولا بالحياة يعني الملائكة الملائكة كانوا فرحانين بالميلاد نعم سيكون فرح عظيم لجميع الشعب نعم أين مسؤوليتنا نحن كمؤمنين كأتباع لطفل المغارة كأشخ أفراد كأشخ كمؤسسات أين مسؤوليتنا عن أن ننقل فرح الميلاد أن ننقله إلى قلوبنا وإلى مجتمعنا يعني الآن غزة غزة يعني الألم واضح على الشاشات وهو واضح في القلوب الآن وين دورنا إحنا؟ ما دمنا نتحدث عن فرح الميلاد عن طفولة كل هذه المعالي طيبة طيب إيش دورنا؟ إيش دور الأشخاص؟ يعني كمؤمنين؟ وين بتشوفي مسؤوليتنا؟ ما بتحس إنه إحنا سرقنا الميلاد من أنفسنا؟ أبونا دورنا بدي أقول لك بعدة محاور دور الروحاني بالدور الاجتماعي الدور الإقليمي الدور الدولي دور كل إنسان بمكانه بمركزه اللي بتبوأه مثلاً هل قديش هالسلطة اللي أمامه إن كان مثلاً دكتور إن كان محامي إن كان وزير إن كان نائب إن كان رئيس دولة إن كان كل إنسان إله دور معين بس أنا يعني كنورسات وكباسمة سمعاناً بتحدث دوري الروحاني إني أرجع لداخلي وأعيد قصة الميلاد من أول لجديد مش أقرأها أفهمها أعيشها لكن لا أفهمها أبونا نحن أحياناً نقرأ الكتب ونظلنا منكرر ونكرر ونقرأ حان الأوان إنه نفهم ما نقرأ ما نظلنا نبربر من دون فهم نفهم ونعيش ما نقرأ فهذه الترجمة من ترجمة على واقعنا لأنه إحنا في حياتنا في تناقض ما بين ما نقرأ ونؤمن وبين ما نعيش فهذا التناقض أبونا اللي خلانا نوقع في حيرة وفي هذه الفوضى اللي عم منعيشها بحياتنا وهذه الفوضى تعممت يعني على مجتمعات وعلى كنائس وعلى رعاية وعلى مؤمنين وعلى دول وعلى عالم يعني العالم عم بتعيش بفوضى لغياب المبادئ أبونا لغياب المثل القدوة فلما حكيت في البداية أنه صرقة من الميلاد نعم نصرق من الميلاد بس إحنا كنا المسؤولين عن صرق شكرا نعم